هلو افري بودي اهلا بيكم يا شباب وحشتوني كتير طلاب الصف الاول الثانوي اهلا بيكم في الفاينال ري بيجن اخر مراجعة لنا خلاص اجمد يا بطل هانت خلصت مشوار كبير طلاب الصف الاول الثانوي تعبته كتير السنة دي هانت ان شاء الله بنختم مع بعض في اخر ري فيجن لنا للانجلش ان شاء الله يعتبر برجالك على الكلمات بتاعت المنهج كله بنراجع على ومعاها القاعد بتاعت وحدات عايزين بس قبل ما نبدأ بنراجح حاجة كده مع بعضينا نفهم بيها نظام الامتحان بتاعنا هيكون ايه الامتحان بتاعنا بيكون عبارة عن سؤالة مقصول معانا جزئين الجزء الاول هو اختياري من متعدد اختياري من متعدد خامس اختيارات بختار افضل ايجابتين ده وتصال في الامتحان جاي منه كم نقطة يا مستر جاي منه كل سؤال عليه دركتين هيكمل محاضرتك ده كده سؤالية هيكمل بلوس فورتين كوستشنز اربعتاشر سؤال تاني تشوز بس من اربع اختيارات يبقى توتل ساكستين كوستشنز هما ستتاشر سؤال اربعتاشر نورمال عادي خالص انت عارفو واتنين اختياري من متعدد خمس اختيارات اوكي بعد كده هيجي لك سؤال الكمبرهنشن قطعة الفهم قطعة الفهم ودي هيكون عليها سبع اسئلة سبع درجات بعد كده هيبقى عند حضرتك الترانزليجن الترجمة هيجي لك جملتين جملة عربي وجملة انجلش واحد عربي واحدة انجلش اه دي اختياري ودي اختياري وهنوضح واخر سؤال معانا هو الاساي المقال ازاي تكتب مية وخمسين كلمة ووضحنا الكلام ده في الترم الاول فانا عايزك تركز معي قوي في الجرامر وفي الكلمات والقواعد هي اللي تفرق مع حضرتك يلا بينا سؤال الاول السؤال الاول بيقول يعني يا مستر محمود انتنم مضاد هاتلي مضادات او هاتلي عكس كلمة دينجر خطر عكس كلمة خطر عكسها موت نفسي في اول سؤال وتاني سؤال عشان عيني ممكن تعكس الدنيا بينا بيقول لك عايز عكس خطر لقابة هازرد سيفتي لتر بي عكس الخطر امام سيكوريتي لقابة بي ايه يبقى اول نوضطين في الامتحان بختار كم اختيار اتنين نيكست سؤال رقب اتنين المدير بتاعي معاه فلوس كتير cars and flats he is هو يكون شوز معايا اختر هو واحد عنده فلوس كتير وعربيات وشواء وإلى آخر يبقى ويلثي سري غني او reach كده اخترنا اختيارين السؤالين دول كده بأربع درجات يكست she responded quickly to my request ردت بسرعة على الطلب بتاعي the synonym هتخط تحت كلمة synonym يعني يا مستر synonym synonym يعني معنى هنا عايز المعنى مش العكس هتلي معنى كلمة responded responded ردت معنى كلمة ردت asked said told answered اجابة لتر دي اخر اختيار جاوب او رد با what if they lost that their way in the desert ايه اللي هيحصل لو هم تاهوا في الصحراء امسك قلمة في الامتحان اول ملاقي قاعدة F قاعدة F لازم تتقسم الى جملتين بنقول مع بعض اف زي lost يعني lost ضاع تاه فقد اكتب عليها ماضي لو جاب لي ماضي بسيط هجب له ود والمصدر تاني لو جاب لي ماضي بسيط هجب له ود والمصدر قاعدة F conditional second case قاعدة في الحالة التانية ماضي بسيط ود والمصدر ايجب بس ود هابن ود هابن ود هابن ود هابن ود هابن بكل بساطة لتر ايه القوة ان انت تخوف بيها او تأذي بها الناس الضعفاء العملية دي بتسمى التنمر ليجاب بي تاني اختيار التنمر هو سألني I had written my report or not حط خط سألني اذا انا بنقول ان ده درس اسمه reported الكلام المنقول طالما كلام منقول وهنا في اسكت سأله يبقى دي جملة استفهمية جملة استفهمية في الجملة الاستفهمية كنا بنرفع الاقواص وبنربط يا اما بف وف بتساوي weather ف بتساوي weather تعال نشوف weather talks ذات دي في الجملة الخبرية what ده لو كان سؤال بأدات استفهم whether لجابة C ولهو ملقتش whether اربط بF question number seven السؤال رقم سبعة two is to leave a place because it's not safe ان انت تمشي من المكان عشان هو مش آمن العمل ادي اسمه ايه؟ سمعت ان في المكان ده في fire في حريق اعمل ايه؟ الكلام ده انا كده هعمل evacuate اخلاق الاجابة دي اخلاق يخلي او يفضي المكان تمانية many young people ناس كتير شباب spend a long time بقد وقت كبير with their friends مع اصدقائهم on their phones على التلفونات لما امسك التلفون انا وانت ونقعد نعمل كده احنا بنعمل ايه؟ writing كتابة typing كتابة online العملية تبقى chatting محادثة على الموبايل اسمها chatting الاجابة letter B nine تسعة I will give you a left to the airport هاوصلك المطار you to take a taxi انت تاخد تاكسي انت مش محتاج تاخد تاكسي ده رقم واحد رقم اتنين هنا معايا حرف الجر two حرف الجر two عمري محتاج needn't لاني needn't لا يأتي معها حرف الجر two بيجيش معي اكس must ما بتاخدش two have two ازاي؟ بالاجابة بتاعتي don't needn't two لا يحتاج ten عشرة the injury required urgent attention الراجل المصاب محتاج مساعدة medical طبية او انتباه طبي بالاجابة medical letter c بمعنى طبي question 11 11 i didn't leave the house until grammar grammar حط خط تحت didn't didn't هنا معناها ماضي بسيط منفي past sample negative past sample negative جاب لي ماضي بسيط منفي هنا في mean until يعني until حتى until معناها حتى بيجي قبلها ماضي بسيط منفي وعاوز بعدها ماضي تم وهو past perfect والماضي التام had baby الماضي التام had baby يبقى الاجابة بتاعتي had telephone اجابة اول اختيار 12 12 a new school مدرسة جديدة احط خط تحتها مدرسة جديدة مش هتبني نفسها انا اكتب عليها object مفاول به object in our village last year السنة اللي فاتت احط خط تحتها واكتب ماضي الجملة كده يا شباب اسمها بتاع save passive يعني المبني للمجهول المبني للمجهول يبدأ بالمفاول مبني للمجهول يبدأ بالمفاول الجملة فعلا بدأت بي مفاول به وهي ماضي بأواصل المفرد والجمع والتصريف الثالث بالإجابة was built آخر اختيار ثرتين ثلاثتاشر هذا يكون المنزل أنا هنا بوصف مين المنزل هذا يكون المنزل حيث أنا عشت فيه وأنا صغير نوقف هنا lift ايه in صح إن أنا هنا بوصف الهاوس والهاوس بالنسبالي هو place مكان والمكان بياخد ايه where أصلاً where لا تأتي مع حرف جر لا تأتي مع حرف جر لا يأتي مع حرف جر فأصبح هنا جاب ليه in يبقى where إجابة خاطئة مين اللي بيحل محل where بتساوي أي حرف جر زائد which احفظ المعلومة دي أنا هنا معايا in إما الإجابة بتاعتي هتكون letter C which بعتاشر 14 The judge found him as he did many things that are against the law القاضي لقى عمل حاجات كتيرة جداً ضد القانون هنا وجدوا innocent بريء ولا guilty مزنب الإجابة D آخر اختيار مزنب 15 15 rich families used to hire a to teach their sons and daughters at home العيالات الغنية بتستأجر أو بتدفع لمين عشان يعلموا أولادهم داخل البيت طبعاً اللي بتقوم بالعملية دي اسمها governess مربية أطفال الإجابة B governess 16 she has won prizes هي فازة بلجايزة بلجايزة أنا أسف سوري she has won prizes for her research she worked hard هي فازت بجواز كتير عشان البحث بتاعها هي تكون اشتغلت بجد ده من المؤكد إنها تكون اشتغلت بجد نقف هنا من المؤكد معها حاجتين must معناها من المؤكد must have معناها من المؤكد في الماضي إيه اللي يفري ما بينهم؟ إن must هنا محتاجة infinitive مصدر أو محتاجة B هنا بقى في ايه؟ worked worked هنا شباب بي بي تصريف ايه؟ تصريف الثالث للفعل يبقى الإجابة بتاعتي must have baby الإجابة هتكون letter C ثالث اختيار كده نخلصنا كم سؤال؟ 16 16 سؤال دول ده نموذج لشكل الامتحان حبيت أورهولك هنعمل زيهم كل أكد تاني مرة مع بعض الشباب كده خلصنا 16 سؤال هنبدأ يعتبر في 16 من أول وجديد 17 17 I need to tidy the house and get rid of a lot of possessions أنا عايز أتخلص من الحاجات اللي ملهاش لازمة اللي غير مفيدة تعال نطلع كلمتين بمعنى غير مفيد useless غير مفيد unwanted غير مرغوب به محدش عاوزه أما helpful معناها مفيد وimportant معناها مهم ويصفل معناها مفيد 18 18 الشباب the police this man because he was seen choplifting choplifting هنا بمعنى يسرق يبقى ال police عمل ايه في الراجل ده عشان هو كان بيسرق forgive أعفى عنه sent arrested الفرع الجديد يبقى بتعمل حملة اعلانية campaign يجابة لتر دي اخر اختيار campaign حملة اعلانية 20-20 it's very warm outside الجو دافي برا you take a cart with you تاخد المعطف بتاعك معك مش محتاج must should don't have to غير مضطر don't have to don't have to غير مضطر next 22 سؤال 22 he started in Rome درس في روما is the capital of Italy وهي تكون أو التي تكون عاصمة ايطاليا هنا طبعا مفيش where يبقى ياخد البديل بتاعها which زالين which أصلا هي اللي جاية مع المعنى التي تكون which 23 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 24 24 إذا رجبتي فضلت واجعين بعد still هنا الفيرب بايجي مضاف له ing if my knee still hurting تقلمني إجابة بي My neighbor Gary told me that she أو جارتي أخبرتني إنها a new car a month before حط خط تحت كلمة a month before a month before دي من شهر فات يعني الجملة نوعها ماضي وإحنا في الكلام المباشر والغير مباشر بنحول من ماضي إلى ماضي تام ماضي تام hat baby ماضي تام hat baby إيبقى الإجابة بتاعتين hat boot اشترت لتربيت عيني اختيار سؤال 25 treasure island جزيرة الكنز hundred forty years ago من 140 سنة فاته إيبقى جزيرة الكنز دي ما كتبتش نفسها يا شباب دي كتبت اضخط نكتب عليها مفعول به لسه واخدين شباب السؤال ده object يبقى الإجابة بتاعتي ماضي بسبب كلمة ago يبقى الإجابة was written letter c ثالث اختيار in case of fire في حالة الحريق keep calm لك هذه and the building quickly وفضي المبنى بسرعة إجابة دي إيبقى يخلي أو يفضي 27 I am sure you will solve this problem أنا متأكد أنت هتحل هزين المشكلة you've won on your own طبعا هنا فيه غلطة حرف الر وطبعا on your own on your own يعني بمفردك الإجابة تبقى letter a I didn't enjoy that novel أنا ما استمتعتش بالرواية دي because that لأن the a was very complicated the a بتاعها كان معقد جدا هنا طبعا plot قطعة أرض poet شاعر والشاعر ده الشباب اللي بيكتب el poem قصيدة أو بيكتب el poetry الشاعر فهنا الإجابة هتكون publisher الناشر بتاعها أي الكاتب بتاعها إجابة B تاني اختيار طبعا GPS helps you ال GPS الزام تحددين المواقع بيساعدك إن انت your journey from one place to another من مكان إلى آخر navigate يعني يا مستر navigate يتجول يتحرك يسافر من مكان لمكان navigate أو الاختيار سؤال 30 30 do something before going to bed read a book or have a hot path افعل شيء ما يكون مريح للأعصاب مريح للأعصاب يكون do something relaxing لقابة D آخر اختيار relaxing 31 31 the gates were closed with heavy steel and a bad luck البوابة كانت مقفولة بإفل وسلسلة سلسلة يعني chain يجابة B تاني اختيار سلسلة اللي هو الجنزير يا شباب 32 32 لو كنت مكانك حط خط واكتب عليها past sample ماضي بسيط لو جاب لي ماضي بسيط اعجب له وضو المصدر يبقى دي قاعدة F الحالة الكام تانية بل إجابة وضي حالة لو كنت مكانك كنت ساعة الفقراء 33 I visited my friend when I knew that he ill أنا زورت صاحبي لما عرفت ان هو كان مريض تعالا نشوف had got went did became when he became ill عندما أصبح مريض when he got ill ولا went ill ولا didn't ill did ill ولا had ill got ill يبقى عندما أ أصبح أو كان مريض got أو became نختار اختيارين 34 34 You will improve your skills هتطور مهرتك in order to get a well-paid job عشان تحصل على وظيفة مدفوعة الأجريكويس the synonym هاتلي ما معنى هاتلي ما معنى كلمة improve حسن كلمة حسن عايز معناها better decline develop include enhance طبعا هي better تمشي بمعنى يتحسن وسهنا هنا عندنا develop عندنا hence letter c letter e أفضل إجابات على نشوف السؤال 35 The new hospital spends a lot of money on cancer المستشفيات بتصرف الكثير من المال على الكنسر عايز أقول أبحاث الكنسر هتبقى research آخر اختيار letter d البحث 36 Not everything in modern technology is good there is surely some مش كل شيء في التكنولوجيا الحديثة جايد يوجد بعض المساوئ disadvantages disadvantages بعض المساوئ 37 Tourism companies شركات سياحة thousands of young people in our society بتوظف الكثير من الشباب في مجتمعنا employ إجابة c يوظف 38 The manager was and agreed to change the date of the meeting المانجر كان إيه؟ وقبل أن هو يغير المعاد بتاع الميتيng Qualified Flexible Rewarding Stressful Flexible Flexible هنا جاب معنا مارن المدير بتاعنا كان مارن مش راجل أفوشة يعني الإجابة B سؤال 39 30 On hearing the alarm أو لما تسمع الإنزال The building should be المبنى لازم يكون متفضي لإجابة A أو الاختيار evacuated يخلي أو يفضي 40 You should left ways to strengthen your arm and leg لازم تشيل أسقال عشان تعمل تمدد وقوة للعضلات بتاعة رجلك عضلات يعني Muscles أو الاختيار letter A عضلات 42 42 42 40 هده عسك الدينة هده سأل الدينة سأل يبقى هنا جملة استفهامية F إذا بعد الـ F يا شباب محتاج subject فاعل بعد الفاعل محتاج فاعل طبعا نقول ونكمل the answers of the questions of the previous week's exam فاعلنا previous ماضي أثبتت إن الجملة ماضي يبقى الإجابة لازم تكون ماضي تام she had known اللي خلانا أخد ديه عشان شي فاعل had known ماضي تام وجملة ماضي والماضي بيحول إلى ماضي تام 43 my friend is absent صحبي غايب he be L يكون مريد I have no idea أنا ما عنديش أي فكرة مش متأكد طالما مش متأكد يبقى الموضوع احتمالي might الإجابة C يأما may يأما might 44 yesterday مبارح I to stand on the pass as it was full مبارح اضطريت إن أنا أقف في الأوتوبيس لأنه كان زحمة اضطر أن في الماضي هتبقى had to had to اضطر أن في الماضي 45 I visited the town أنا زورت المدينة my mother was born in لماما اتولدت فيها مفروض إن أنا أنا بوصف مكان طالما بوصف مكان ما ينفعش هجيب حرف جر بل إجابة where بتاعتي إجابة خاطئة إحنا هنستخدم which لأن where بتساوي حرف الجر زائد which 46 40 My advice to you نصيحتي لك is friends with those bad people إن إنت ما تعمل شي صداقة مع الناس السيادي هنا هنا advice يبقى جملة أمرية بربط بحاج تاني يما to يما not to أن لا تفعل يبقى الإجابة not to make be تاني اختيار he wouldn't have taken a taxi if حط خط معايا wouldn't have taken جبلي would have be be بدي قاعدة في الحالة الثالثة had be would have be had be بإحنا محتاجين هاد والتصريف الثالث للفعل الإجابة لتر اي أول اختيار سؤال 48 نور أخبرتني انجلش هير فاوريت سوبجيكت نور أخبرتني ان الانجلش ده كان أفضل مادة عندها told me that english her favorite subject has been ما تنفع عشان دي مضارع تام can be لو هاخدها تبقى could be عشان ماضي well لازم أجيب الماضي بتاعها would إما الإجابة بتاعتها was ده التحويل من كلمة is من مضارع إلى ماضي 49 49 we are doing stressful work نعمل عمل مجهد جدا the anthonym حطي خط تحت anthonym وهنكتب مضاد هتلي مضاد كلمة stressful مجهد حاجة مجهدة مضغوط عكسها تعال نشوف relaxing comfortable الإجابة c تالتة والأخيرة 50 الوصفة الوصفة دي تشمل أو تتضمن عناصر ضرورية أو مفيدة لرجال الرياضة أو الرياضيون covers contains تحتوي على concludes تشمل إجابة بي دي يحتوي على أو يشمل واحد وخمسين the smile on the nurse's face لبتسمل على وجه الممردة ask that our friend became in a good case قدتنا أكدت لنا إن صادقنا في حالة جيدة أكد يعني reassured الإجابة c تالت اختيار 52 52 52 52 of this restaurant are all well qualified for their job they are very great كل العمال اللي شغالة في المطعم دا مؤهلة وعمال جيدة جدا جدا عمال يعني staff الإجابة دي آخر اختيار staff staff مش staff staff هيئة العاملين 53 وخمسين وخمسين لو وير المحام بتاعي that I wasn't guilty قال لي إن أنا مش مزنب so I wasn't sent to prison مروح تش السجم فالمحام بتاعي أثبت proved أثبت يعني proved أول اختيار this palace belongs to a businessman who has another one in marina القصر دا بينتمي إلى راجل أعمال غني جدا غني جدا يعني wealthy أول اختيار letter a يا شباب سؤال خمسة وخمسين twenty years after the accident بعد خمسة وعشرين أو بعد عشرين سنة من الحدثة his disappearance has remained الاختفاء بتاعه لس قاعد عبارة عن mystery mystery يعني لغز أو سر إجابة بي تاني اختيار scientists always try to find new ways to the problem of pollution العلماء دايما بيحاولوا إنهم يجدوا طريقة الحل للمشاكل الحل لها يعني صوم الإجابة بيه سبعة وخمسين this red car هذه السيارة الحمر آيمن his car is white مستحيل تكون سيارة آيمن لأن سيارة آيمن white بيضة من المستحيل أن الإجابة تكون can to be أول اختيار the car before I used it العربية غسلت قبل ما أستخدمها هنيجي هنا عندي كلمة before before معناها قبل طيب جميل قبل دي عايزة يا مستر عايزة بعدها ماضي بسيط تصريف تاني وعايزة قبلها ماضي تام والماضي التام ها ويا بي هاد بي بي ماضي التام هاد بي بي كيف قال الإجابة بتاعتي هاد واجد ولا هاد بين واجد آخر اختيار السبب لأن السيارة هنا ما غسلتش نفسها السيارة هنا أنا قابلتها وقلتها لها أنت ما فعل به يبقى الإجابة هاد بين بي بي ها هاد بين بي 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 أجين هاد بين بي بي مبني للمجول في الماضي التام تسعة وخمسين ماركني ماركني انفنتد دا راديو واس بورني ايتيين ساونتي فور ماركني الذي اخترع الراديو ولد في سنة الف تمنمية اربعة وسبعين هنا بتكلم عن ماركني دا شخص فهو فاعل عاقل الذي ولت العاقل هتبقى هو أول اختيار سوري سي تالت اختيار سكستي ستين هل السكرتيرا وجدت لمكتبك أحط خط هنا ساحت سكرتيري وقوله انها أرحول به وجملة ماضي بسيط لانه مديني هنا تصريف التالت للفعل والسكرتيري مفرد يبقى لإجابة بتاعتي was letter c تالت اختيار 61 taken to aspirins I felt a lot better وقفها هنا عشان سوال دا مهم خاف عن taken taken هنا عبارة عن BB هتقول لي after بعد ما خدت الحبيتين حسيت ان انا شعرت بتحسن هقولك after هنا يا ابني بيجي بعدها ING لو بدون فعل why البينامع دي ماضي مستمر on ماضي مستمر وحيدة اللي بيجي بعروها BB تصريف ثالت للفعل هي having 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 بمجرد ان يدوب بعد ما خدت ده عملت ده يبقى الإجابة لتردي آخر اختيار لان having جال اللي بيجي بعدها BB 62 بعد ما ابني راح المدرسة انا روقت غرفته لانا بتكلم عليه هو هز يبقى after محتاجة بعدها had baby يبقى after my son had gone أول اختيار little children always care about they ask a lot of questions الأطفال الصورة دايما بيكونوا حارسين على الأسئلة بتاعتهم بالتفاصيل يبقى details ليجابة أول اختيار با 60 العاصفة كانت عنيفة جدا that all the crew were in danger كل طاقم العمال اللي كانوا على السفينة كانوا في خطر for a long time اللي كانوا على السفينة on board على السفينة و aboard إجابة إيه إيه على متن السفينة 65 he respected all his colleagues ذا synonym الحق synonym يعني معنى هاتلي معنى كلمة respected محترم الإجابة عتكون admired admired وإيه كمان بولايت لتر d آخر اختيار أو رابع اختيار 66 66 rich people usually pay to help with the housework ناس الغنية عادة بتدفع لمين عشان يساعدوا في أشغال البيت servants servants يعني الخدم لجاب دي آخر اختيار 67 I asked the at the petrol station to fuel up my car طلبت من العامل في المحطة يشحن العربية بتاعتي بنزيل attendant لجاب c عامل في مكان c ثالث اختيار عامل 68 68 68 بعد عشر سنين حرب ما بين البلدين العلاقة ما بينهم تحسنت مؤخرا يبقى relations العلاقات الإجابة بي تاني اختيار I have just why my friend is very angry his favorite team has lost an important match أنا دلوقتي عرفت قد إيه صح هو زعلان عشان فريقه خسر المباراة المهم I have just هلا لمعايا مين have I have just asked for I have found out I have gone out written down written down ما تنفعش gone out ما تنفعش asked for why my friend is very angry his favorite team فاوين داوت يعني اكتشفه لجابة بي تاني اختيار انما اسكت فور بمعنى سأل على لجابة بي سؤال سبنتي سبعين مدرس بتاعنا راجل كفاءة ومش بيحب الدحك خالص يبقى الراجل دا بينسميه سيريوس جاد نخزرش سيفنتي واحد وسبعين عمرنا ما سافرنا بالخارج لما كنا أطفال بالخارج يعني أبرود أبرود بالخارج أول اختيار سيفنتي توتو وسبعين عمي راح المستشفى وسبعين وسبعين عمي توفر يعني بعد أسبعين ولاحقا بعد أسبعين عمي توفر بابا بلغني أنا a very terrible accident if he saw what he had seen that he had seen if he sees my father told me بابا أخبرني دي كده جملة نسميها خبرية a very terrible accident إذا هو شاف حدثة what he had seen a very terrible accident that he had seen الإجابة طبعا تبقى c تالت اختيار several children العديد من الأطفال with disabilities suffer from paralysis العديد من الأطفال بيعانوا من مشاكل أو إعاقة بيتولدوا أصلا بالموضوع ده فالعديد من الأطفال يجب أن المفعول بي جمع اللي جابة تبقى are puller يولدوا بي يولد بي يعني دي عادة أصلا شغالة خمسة وسبعين we to give in our homework on Sunday we have told told we're telling we're told we to give in our homework on Sunday we were told إحنا أخبرنا حد أقلينا نعمل إيه؟ ده جملة مبنى للمجهول في الماضي البسيط يا شباب ومن هنا انتهت أسئلتنا رجعنا مراجعة بسيطة مش هينفع في ديلة زي كده إن أنا أشرح لك درس درس وأنزل بالجرامر معاك الأحلى إن أنت تحل كتير بعد الطلبة بتيجي في يوم زي ده تقول لك يا مستر ممكن تشرح لنا جرامر المنهج كله طبعا ده مستحيل لأن الفترة بتاعة الشرح كانت من بداية الترب أما دلوقتي هي فترة الحل والتدريب مش عايزك تنسى أن إنت معاك سؤال المقال وهتلاقي في المنزمة بتاعتنا المقال الإيجابي والمقال السلبي أو على جروب الفيسبوك مش عايزك تنسى أن إنت عندك سؤال قطعة إقراء كويس وسؤال الترجمة وحدة عربي وحدة إنجليش ربنا معاكم إن شاء الله تطمنونا هنستنى الكومنت بتاعتكم على الفيسبوك وتطمنونا عليكم يا شباب وإن شاء الله نشوفكم على خير بإذن الله الصف الثاني الثانوي ونشوفكم على خير يا شباب باي باي